أكد وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أن اللجنة العليا لترخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة ترخيص على طول الشواطئ وبمناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل فيما يتعلق بتحديد حرم والتزان الشاطئ جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لترخيص الشواطئ حيث تمت مناقشة 28 طلبا بمحافظات البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيدة وتم قبول 24 طلبا نظرا لاستفاء الشروط اللازمة ورفض أربعة طلبات لعدم استفاء الاشتراطات المطلوبة